شو رأيك فكرة البودكاستيت أوريجنال أثنتيك أحبها أثنتيك أكتر وأنا أحب أخذ راحتي بالكلام هايدي طلعت يعني كلها بعد كورونا ما عرش أغير بالحقيقة يعني بس يا العالم بدأتعبر عن حاله أكتر أو أنا بنسبة لي إلي أنه استمرارية فكرة يعني أنه تعرف لما يوقف الشغل بدك تخترع شيء بدك تطلع بشيء فهيدي طلعت فكرة الناس كان عوضت أنه ما في سوشيلايزين فصار سوشيلايزين مضبوط هلأ صاروا العالم تحضر أكتر أونلاين وتشوف إذا كان سوشيلاي ميديا أو يوتيوب وأشخاص صاروا يطلعوا يحكوا يعني طورت الفكرة وصار في قبل هيدا الكونتنت الفورم الطويل اللي هو فعلا غريب أنه بعكس اللي عم تشوفه هلأ بالتيك توك اللي هو يعني سريع 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 30 ثاني 15 ثاني نحن مرات بيجينا أعلانات بيطلب مننا 15 ثاني يكون الأعلان للأتنشن طبع الأشخاص بس مكلا لنا أعلان بس انتهى البودكاست تبتعرف أكثر عن الشخص مضبوط ايه فأعتقد هذي وبعدين أعتقد من تعرف ما يتحدث هو بتعرف كمان لأنه هيدا المحتوى فيك تشغله بالباكراوند يعني مثل خلفية متل ما بتسمع موسيقى بتكون بالخلفية صح بالضبط ففيك تكمل شغلك وتسمحوا العالم تسمع موسيقى بالشغل ولا لا والله لا طبعا أنا كل واحد مع نفسه يشغل البودكاست اللي عنده ربس أنا من الناس اللي لما يشتغلها يشغل موسيقى تبتعني خاصة إذا شي ما بده التحليل بدي أطبع بدي أعمل حق كيبز الرذم عرفت وأحب الموسيقى الحماسية شوية كده لكن أني أسمع وأركز وأشتغل صعب أوكي ما تطبط بس فيه أشخاص بيسمعوا موسيقى حماسية ويكونوا عم بيركزوا بالشغل يعني هيدا شوية في منهم بيستراكت سمها إلا أنه أنا مثلا أكون قاعد في الصالة وأولادي درماداري عندهم مباراة بالصالة أوكي فالحل الأمثل أنه أصفي أسمع شي وثابت ممكن شوي صوت 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 صح؟ فأشتغل موسيقى أركز أطبع بس مو تحليل يعني ما تكون بالضبط مش تحليل أي باكراوند بده تكون باكراوند وأحاول أشتغل الشغلة ما أحتاج تفكير كثير كثما هي باكراوند بدي أرى كتاب أرى شيء أرى كذا يكون خليني أفوكس عبد العزيز أنت مجال الـ HR بس عندي سؤال هكي محيرني ليش العالم ما بتحب الـ HR أكيد لأنه يحفظ باكراوند يعني مع الإدارة السيئة الضعيفة والقيادة هي القيادة فيها سلبي فيها إيجابي صح؟ لكن القيادة إذا كانت تتعامل مع الناس كانتهم آلات تمام؟ وإحنا نسمي نفسنا human resource فنستاهل يعني resource أنت مع البرنتر مع الكاميرا نفس الشيء فإذا يدبريشيت صح؟ لكننا نقول لا الإنسان هو الأصل هو الـ asset يعني appreciate صح؟ لكن لا نحن من كبر قليلا المقصلة فنش من كذا خلاص خطير كذا معنا سنوت صح؟ البني آدم كلما يكبر كلما يكبر كلما يزيد قيمته وكلما يكبر يكبر بالموظيفة وكلما يكبر بالوظيفة مفروض أنه لا يشتغل بيده كثير يعطيك الإنسايت طيب هذا اللي تبين أنت محتاجه من الـ SEO لكننا نحن نفاق الإنسان منافق في المجمل للأسف ينظر إلى الأمور نظرة لحظية ويجب أن يعمل الـ profit الآن وتشتغل مع الناس وتشاهد يجب أن يعمل تسويق يجب أن يدخل المال ويجب أن يدخل الشركات الكبيرة والناجحة كلهم لا يتذكر اسم الشركة ستيف جوبز بلغيتس كلهم يفكر بالمعنى الرسالة يعني ماكروسوفت يجعل الناس يجعل الناس ستيف جوبز الإبداع بلا محدود ألين موسك الذي يعمل هذا واحد من أغلى أغنياء الناس ليس لديه بيت يموفر فلوسه ويضعها في الـ research فهو عارف ما يحتاج فهذه الناس تخلق البيئة الصحيحة تخلق التقدير الصحيح حق الناس اللي عندها وما تلاقي فيها مشاكل تقليدية فنحن يقول لك نحن نحن صهاينة الشركة نحن كذا نحن فينا نحن فينا وكلام مصح لأن نحن ما لعبنا الرون الحقيقي نحن نعمل أنسنه للناس حق الناس يعني نحن ننسى هذا الشي في الماركوتينج نشتغل على السيكولوجي في اليدرشيف نشتغل على السيكولوجي لماذا مع الناس لماذا نعملهم كأنهم آلات ومجرمين وكأنه عامل ما هي فكرة الـ HR أنه عطول ما عطول مع الصاحب العمل مش مع الموظف يعني وهيدا الـ مع أنه الـ HR لا هي عم تهيئ بيئة لأن الموظف يكون مرتاح أكثر بس أنا اللي تعلمته من الـ HR لأنه عملت أنه العلاقة بالقيادة كتير يعني بتهتم بأنه كيف القائد أو صاحب العمل كيف بده يخطط وكيف بده يدير أعماله مع الموظفين ما نحكي شوية عن بيئة العمل ممتاز فيه أمور كتير يعني بالوظيفة بتأثر على الموظفين ما أنه العلاقة لا بالراتب ولا بالراتب فيه الـ environment نفسه بتواجه الموظفين بيشوفوا بيكون عندهم شوي مرات environment مسميها toxic environment صحي ما دور الـ HR بهذا المجال؟ يعني ما أنه كتير تقني بس ممكن أن يكون إنساني أو يصلح أمور فوين دور الـ HR بأنه يخلي البيئة سليمة؟ ممتاز أنا لما أتكلم عن HR هي HR صح؟ It's the heart rate of the organization عدل هي القلب النابض للمؤسسة هي اللي تعمل بلد فلو تجيب ناس على المؤسسة هي تحرك المؤسسة تنقل المعلومات صح؟ وأيضا يقول لك القلب فيه ذاكرة ممكن يفكر فإحنا إلى حد ما لازم الموظفين إذا HR قام بدوره بشكل صحيح يقدر يفكر عن بهافة الـ brain عن بهافة الـ CEO طيب إذا هذا كان دورنا هل إحنا مستوعبين بشكل صحيح؟ هل القلب اللي عندي بالمؤسسة تعبان ولا قوي؟ سوف ترى حضرتك الشغلات طيب الـ toxic environment لماذا جدت؟ نعم 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 مره نعم نعم باستخدام نعم 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 عدم الثقة في الناس دائما تلاقي فيه جواسيس في المؤسسة نفس الشيء عدم التقدير فأنا أضعك دائماً معناه معناه لديك هذه نقطة كثير مهمة عدم التقدير على طول موجودة بالغالب بالغالب بالمجتمع الشرقي أكثر موجودة لأنه ما في عدم ثقة فعدم التقدير للموظف ممكن يكون بيؤدي أنه بيكون صاحب العمل خايف من التقدير لأنه بدي كبر راسه للموظف أو ممكن يترك يكبر ممكن يزيد معاشه وممكن يطلب طلبات أكثر فمع أنه التحفيز شغلي يعني ممكن تخلي شخص يستمر بالشركة أو يعطي منتوج أكثر فليش بخاف عدم التقدير للموظفين ليش هالشي برأيك؟ بلوة ممتلين فيها بالناس يعني دائماً تلاقي صاحب البزنس اللي خايف على شغله يكبر الناس ما يذكرهم لأنه يبينجح هو عارف أنه ما أقدر أنا أعمل كل شيء لوحدي تمام؟ تبقى هنوين الأستاذ الاختلاف؟ أنا لما أنتقد أو أحفز أتكلم عن السلوك نفسه عن البيهيفير أنت لم تأتي في الوقت اليوم فهذا شيء ليس جيد فنحن نعالجه لكن ليس حكمة هو شخص سيء أو شخص كذاب هذا الفرق فعنا لما أعزز البيهيفير اللي أنا أبي أو السلوك اللي أنا طالبي راح أخلق البيئة اللي محتاجها والشخص يكون عارف أنه ترى بسلوك اللي فعلا أفزل لكن المشكلة تصل الشخص لما يقول الأن أنت أحسن واحد و أنت كبرت رأسك أنت أقلط و قد يقلت نعمل السلوك الأصغير و يقول الأن أني أحسن واحد إلى أنت 50 وهذه في الشرق والغرب وأنت لا كنت واقعي وهذا إحنا نرفضه أصلاً في المورد البشرية أو في القيادة يجب أن نقوم بإمكانك بإمكانك ويجب أن نقوم بإمكانك بناء بالإيجابي أو بالسلم فكذلك لا تكون واضحة وانتكلم عن السلوك كلما تحل المشكلة لقد قمت بإمكانك شخص للشباب هناك أشخاص يقولون لهم بالشغل الفلاني عملت هذا وأنا حذرتك من هذا اليوم الناس أعطوك إمكانك فأنا أمني معك تراك إن ذا محاولة كذا فممكن شخص يكون ماخذ التوبرفورمس هو مصدر ولكن عندها الملاحظات فأنا أعطوك جيدا في المرة المرة يجب أن تحلق هذا لك أفضل هناك أشخاص يقولون هم يتحدثون أن لديهم شورت فونز هناك أمور معينة لا يوجد متابعة أو كذا أو لا يوجد جودة بالعمل لكنك أعزعل هنا ومكشر طيب تزعل لذلك نفسك أنا كنت صادق معك وإن أعطيتك الفيدباك وقلت لك أن يعني كنت تريد ما أدي هيدا الفيدباك بيكون صادق هيدا البوينت إنه لما أنت موظف تنقول عطى شي معين عمل العمل معين وكان فضيع أو جميل أو جدا ناجح طلبت منه عمل وأبدع فيه قديش أنت عندك شجاعة كـ HR أو صاحب عمل إنك تقيم هالعمل اللي عمله لأنه أنت ممكن تكون خايف تقول لك إذا أنا قيمته كتير هيدا الشخص رح كمان نرجع كلمتيك بالراسه صحيح ما بعرف قدي هيدا الشي موجود يعني أنا بسمعه من الموظفين إنه ما عم ياخدوا تقدير على عمل معين ويسمعه من أصحاب الشركات لا تكبر رأسه للموظف هي الإشكالية إنه إحنا نرجع مرة ثانية كبشر فينا هذا النفاق شوي ونحب دائم الأنانيين بكل شي لنفسنا يعني لو أنا حين كت موظف بشتكي وبقول أنا محتاج ومحتاج ما عندي تقدير ما عندي كده ما عندي والناس تداوم ساعة سبعة ونصف وما عندنا مكان نودي الأولاد لما سر مدير بدي ناس تداوم ساعة خمسة صح يبدي عادل فإحنا الأفضل شي نشتغل في موضوعية حين حضرتك عندك مثلا مطلوب منك عشرة بودكاست مثلا تاركت يسل مثلا 50 مليون دولار إن شاء الله وتعمل كذا كل واحدة لها ويت هذي خمسة بالمئة هذي خمسين بالمئة فأنا ونا يبريز يو تمام وزكيك وأشكرك على هذي فأنت هنا نعارفين نس فقط 5% فلما أشكرك على بودكاست من عشرة اللي هو كلها على بعضها 5% ما رح يكبر راسك على هذا لكن ما عليش رح أقدر إنه لو أنت جبت من الخمسين بالمئة يكسيدد الخمسة مليون جبت سبعين مليون وغيرك ممكن يزلي أتراكتو لا رح أكبرك رح أقول لكم كتصير معايا شريك إذا أنا بدي إذا بيحافظ عليك لكن نرجع مرة ثانية أنت مو ملاك ولا أنا ملاك لكن أشكرك وغيمك وأمدحك على الأداء في فترة معينة في شغلة معينة لأننا عارفين اليوم كويس باشرة مضبوط عبدالعزيز هيدا بتحسوا كولتشر شوي صغيرين يعني فيه اختلاف بالكولتشر بين الغرب وبين الشرق حتى يعني التقدير أصرين فيه نحنا هون بالشرق مش بس مع الموظفين حتى بين أصحاب العمل نفسهم أو مع الزباين نفسهم يعني بيجيك شركة مثلا عم تتعامل مع شركة تانية ما بتعطيها التقدير بتقولك بيغلوا السعر علينا إذا عملنا التقدير على العمل معين طلبت أنت من شخص يسوي لك ديزاين للوغو فإجا الديزاينر فرجيك اللوغو ما بتقله واو بقللك إذا قلت له واو رح يطلب أكتر بالغرب لا بيعطوك هيدا لأنه داي ترستيو بيعطوك أنه التقدير وداي ترستيو كمان بالغرب لا لاحظت شغلة صغيرة أنه بيعطوك البودجت يعني بيجي واحد بيكون صريح معك بيقولك أنا البودجت تبعي مثلا ألف دولار عملي لوغو شو فيك تعملني بهالألف دولار فوسقوا بأنه يوسقوا بالكاستمر وبيعطوك وهيداك رح يعطي قد ما بيقدر رح يعطي ضمن البودجت هون منخبي على بعضنا بيقولوا ما معي مئة دولار بس ما معي ألف دولار شو فيك تعملني وأنت معك الألف دولار مستعد تدفعهم بس بتخافي عدم الثقة موجود بين الموظف وصاحب العمل وبين بالمجتمع بين أصحاب الشركات مع بعضها حتى ما بعرف هذا الشيء إذا ما ضدت وأزيدك بعد من شعر بيت حتى إذا عندك مشكلة مثلا واحد يبي يخطب بنتك ما تقول لها شلو مشكلة فعلا يقول لها يعني ما في نصيب صح مشكلتنا ثقافتنا العربية فيها هيراركي وستاتلس جدا جدا يعني كبير وهذا الأسف يعني الأمور القديمة نستمعها من أيام الجاهلية إلى الآن نحب الفخر تمام والتالي ضيع المهنية نتلاحظ أننا ترى مو متميزين في أمور كثيرة صح كلها مينستريم ونحب الواحد اللي بتاع كله صح اللي أنا بعرفه وأعرفه 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 هناك ما عندهم هذا الشيء في الغرب ليش في الغرب أنت لوحدك فعمليين أنت عمليين أنت تشيل نفسك بنفسك يعني لا أنت دائما تتكلم حتى لما يعطونك بريز يعطون بريز للأسرة للعائلة هناك يقول لك مثلا نعم ما ربيت مثلا أنت ربيت وانت كذا الآن العملة تتشكر أبوها ماشي وأنا عملها طيب هناك لا هناك هو النجم وهو الستار وهو يقدر فول الكردت طيب هذا أكسريم هذا أكسريم لكن للأسف نحن عمليين حياتنا كلهم هي عملية ولو تكون عملي بتكون أجرسيف بتكون رود طبعا أنا عملي وأضرب الناس بالحيط يعني ما عندي كذا لكن يعني أعطيك بس أكمل لك مثال كيف أن الأمر عندنا عقدة أنت ما غير هل الأمر هذي أتكلم مرة كنا في أمريكا واحد من الشباب يعتبر قبلي شوي أكثر مننا إحنا إحنا أهل الحضر هم البدو وهذا في شيء يعني يعني احترم أهم عندهم جاء لظيف ساعة عشر تسعة بالليل كان عنده أمريك تلسيم الصبح قاعد معاله ساعة ثلاثة بالليل عمله طبخ للأكل وعمله 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 ولا قال كلمة واحدة أن عندي ديدلاين أو عندي كذا قام الصبح المهم راح طبعا خبص الدنيا وما سلم الشغل هذا شيء حلو لكن مو مكانه لكن لو أنا أقول عندك ساعة أدري أن أنت جاي من بعيد في أمريكا وكذا لكن أطلب لك عاشها معي عشر ونصف أنا عندي هومورك هاف تدو هذا عنده متوقع لكن عندنا يمكن نقدر تستحي نستحي ونقدر لهذا طيب هذا ما راح يمشي لهذا ما يمشي بالطريقة هذه ولسه حين طالع عندنا القطاع الخاص غالبيتنا نشتغل في القطاع الحكومة فنرجع نفس الشيء البيروقراطية وطريقة التعامل وحضرتك والسيد والبوس والثقافة لطيف استعملها نقلة نوعية عن طريق القطاع الخاص والناس أولاً تعمل بزنس والحمد لله مثلا في دباي وفي دول دايفرسيتي عندك دايفرسيتي تبدأ خلاص تشوف ان هذا الشخص من هذا الباكراون يختلف هذا الشخص مع هذا يختلف و عندما دخلهم مع بعض ويعملهم مع بعض يجب أن تعملوا مع بعض لكن اذا المسألة محكومة في فئة معينة تدخل واسطات وامور كثيرة وما تقدر أن تتعنف الناس يجب أن تكون محكومة ويجب أن تكون محكومة بس محكومة صعبة مع الأكستريم بالكولتشر اللي عنده ثقافات وعادات معينة ممكن فعلا تأثر على الشغل بالدمرة بالدوام بطريقة التعامل حتى يمكن الأمور ما كلها تكون بطريقة التعامل إذا عوّوا على الورقة والألم أو بالعقود يمكن شخص بيعطي كلمة لشخص بيقول له خلاص عندي الموضوع ولا يهمك موضوع الثقة هيدا فيه موضوع يعني التقدير فيه موضوع الكرياتيفتي بالعمل وقديش الصاحب العمل بيكون فلكسبل بأنه يعطي أهمية للإبداع عند الموظف يعني عندك موظفين بيكونوا مبدعين ولكن مثلا عدد ساعات العمل تابعون أقل يعني فقديش صاحب العمل بيقدر يكون فلكسبل بأنه هذا الشخص وعادة بالمبدعين أنه هذا مبدع ما بيأسه إذا تأخر على الدوام يعني إذا تشتغل بالليل ونام بالنهار فيه هيدا المجال يكون فلكسبل برأيك نحنا منقدر بالشارع هون نتيجة العمل أكتر ولا مننا العدد الالتزام وعدد الساعات منقدره أكتر يعني وين من تلاقي كستراتيجية بالشركات هل هي بتقدر الكرياتيفتي والإنتاجية بشكل عام ولا لا لحين الموظف نحنا أي ساعة جيت وأي ساعة مشيت نحن لا لدينا استراتيجية لكي نكون واضحين بالأسف نحن العرب نتطور والحمد لله مع العولمة مع كورونا الأمور هذه تفرض علينا أن نكون عالميين كل ما تكون عالمي كل ما يكون الستاندرد عندك أفضل أكثر وقت في الدولة العربية والإسلامية نجحت دولتين بغداد وقرطبة لأنها كانت أفضل عندما كانت أفضل أفضل أكثر من أجل أكثر من أجل اللغات فيها منتشرة والثقافات متقبلة ونجحت لهم لماذا؟ لأن الهدف كانت فاضح نريد أن نعزز الإبداع نريد أن نكون متميز في كل شيء بالفن والعلم والتالي العالم بالدين فهم كل شيء ثاني والعالم بالكيميا فهم كل شيء ثاني بيئة كلها ثقافة وتعزز الثقافة في نفس الوقت لم يكن ثانية في نفس البلد عايشين بالضرم مثل واحد قال العلم والعمل كيميا أحرقه لأسف نحن نخرج من القوقعة القديمة وفي تحفظ كبير وعندك نفط الحمد لله نعمة ونقمة يخليك بالكومفورت زون لا بدك بالكومفورت زون هذا يعني تلازم تحوله بشكل سريع وما أعتقد أنها فعلا استراتيجية التي تحكمنا فعلا لك مؤسسات تحكمنا العلاقات ولكن هم أشوفها الآن الشركة ماشية البلد ماشية أنا لم أحفظ أنها تطلع من بلدها بس أنا ويني في المنظومة سأسلم رقبتي وحياتي ومستقبلي وعمري لأحد أو مؤسسة حتى لنظام حياة ضايع ما لوجهه لا أنا بتميز أرض الله واسعة والله يخلي زوم والفيرتش والأمور هذي كلها أقدر أنشر علمي وثقافتي ونجاحي بكل مكان وأقدر أشتغل في كل مكان الله قال لي الانترنت واللينكدين والأمور هذي كلها فالحين أصبح أن كل واحد لمسؤولية أنه يعيش الحمل اللي هو يبيه عيش الحياة اللي هو يبيه يشتغل بطريقة اللي هو يبيه يتعب شوي بس رح يلاقي اللي هو وهذا الشيء أنا قاعد أسوي نفسي بالشركات بس أو بقسم الأشعار في شيء أنه بتاخدوا بعين الاعتبار إذا بوظف كرياتيف ومن ما عن يعني عم بأثر بالوقت العمل بس هذي تجاوبني عليها الأشعار الناجح يكون سباق في هذا الموضوع لأنه ليس طريقة العمل لازم أن أعرف لكل وظيفة كيف صايرة فبالتالي الحضور يكون ثانوي جداً نحن كأعراب نهتم بالحضور وينصراف قبل كل شيء أكثر الغرب فما رح تكون سهلة بس في بيئة تنافسية رح تلاقي أن الأشعار يكون يكون شاطر يكون ذكي يعرف كيف يحتوي هذي الناس وأيضاً كيف يستقطب هذي الناس لأن حضرتك اللي قاعد تكلم عن الكرياتيف باتشر تكسافي وظائف هذي كل من قاعد يحارب عليها ما يحاربون على الأكاونتنج ما يحاربون على السيلز يحاربون على الشغلات أو الوظائف اللي كل من محتاجها فلازم يكون adaptable The more adaptable I am the better يمكن بعد البلد اللي عندي ما تكون مرغوبة في حتى بي مور adaptable حتى بالطريقة الريورد لازم تتغير ما عامل هذا مثل هذا والله هذا عنده تاركت أه أكي بعطيلي الفلوس هذا التاركت تختلف لازم أقدر الأفرت اللي قدمه المبدعين نسبة الخطأ عندهم أكبر لأنه هن عم بيجربوا أمور بعدها يعني ما صار في عليها تجارب أو مانا ناجحة مانا بالمئة ناجحة يعني ممكن تكون أمور من أصل عشرة وعام ينجح عمل واحد ولكن عمل إبداعي هو لأنه ما عم يمشي على النورز اللي نحن معودين عليها ومشان هيك اسمه عمل مبدع عمل جديد فقدية دور الشركات أنها تكون عندها فكرة أو استراتيجية أنها تكون مبدعة لحتى ما تعلق بالكومفرت زون تبع عملها لحتى تقدر تتطور بالمستقبل قديش الإبداع بمعنى أنه نفكر نطلع من الروتينية اللي نحن عنا إياها لو كانت ناجحة لو كان فيها الم يعني مردود على الشركة بس حتى نكون ما نوقع بوقت الكرايسس يكون عندنا فكرة جديدة ننطلق منها ممتاز أنا عندي كثير من الشركات تتعاملت معها يعني نفس الشي عن طريق الإبداع وكذا بس وصلنا إلى حل اللي اقترحت عليهم أن خلها سبعين مليمية من الكريتيف وورك يكون في الغالب ترديشنال يعني عندك مناسبات عارفين المناسبات الأعياد الحفلات الأمر هذي كلها الأوفرز اللي عندنا ياها تمشي من ونقي مثلا 2-3 البروجيكس اللي نعطيها لهذه الأكسرا سوبر كريتيف لأنه ممكن يتأخر عن الدل صح لكن لو كان هذا البزنس مالي كله عن ماركتينج فرضا فأنا أخلي 70-80% اللي هو الانقوينج عشان الكاشف له وأيبت على العشرين ثلاثين بحد أقصى الكريتيف وورك عشان يعمل الضربة هذي أوكي ممكن أوصل 90% حققت ممكن أوصل 120% ممكن 150% أو حتى لو لم حققت أنا الآن عنده 80-85% فالفلكسيبوليتي وخاصة هذي الناس الكريتيف تحب التعدي فأنا أطلب منكم 1-2-3 أو لا أطلب منكم كل يوم لكنني أحتاج هذا منكم في ذلك وهم أنهم لا يتحرك لكن في الغالب سيبهرك بالضبط كون أنت عامل حسابك أنهم لا يتحرك في ذلك لا يؤثر أنه تعطي مارجن للإبداع يعني الإبداع مثل ما قالنا النسبة الغلط فيه كتير كبيرة بس لما لما بصيب بصيب يعني بشكل كتير مؤثر منشان هيك الشركات بتعمل يعني بتترك أفكار الإبداعية لأنه ممكن تعمل لوب ترانسفير للشركة بشكل كتير كبير والشركات اللي بتبقى قاعدة بالكومفورت زون ممكن تنهار يعني أنا بعطيك فكرة بس لأنه بمجالي بالتصوير يعني مثل كودك شركة كودك من أكبر الشركات بالعالم كانت بتصنع أفلام وبتطبع أفلام يعني رفضت تعمل ديجيتل لأنه ديجيتل كان رح يقتل البرودكت تبعه يعني بالصميم يعني هو عادة نحنا من نظهر أفلام كميكل ومن طبعها صور فالديجيتل عم يقتل الطباعة والأفلام رفضت فطلعت من اللعبة بسرعة أنه كانوا عايشين على الكمفورت زون نحنا أكبر شركة خلينا مستمرين بعد نعمل حق مليارات من الفلوس ما نعمل إنفستمنت بموضوع ديجيتل لأنه مطول الموضوع صحيح فنهارة الشركة الكمفورت زون بيأذي الشركات مثل خليني أسألك بيأذي الأشخاص إذا بواحد أعلق بوظيفة وضلوا بالكمفورت زون تبعه بس أكمل على الإكزامبل الجميل اللي حضرتك طرحته نفس الشيء بالمقابل سوني هم اللي اخترعوا دي في دي قتل السيدي تمام؟ فخليني أنا يعني خليني أنا خليني أنافس مع نفسي لا يأتي أحد ثاني يأخذ الفكرة لأنني اللي بكوداك سنة وثمانين طلعوا راح شركة ثانية وعرض عليهم الفكرة فهني نرجع على الهم اللي علاء أنا ماني عبد عند أحد تمام؟ والله الوطن الأمير الفاملية ريالتي سويكين أوكي؟ فأنا ماكو شي يعني خليني خاين إذا نرحت لأي سبب إن كان لأي مؤسسة ثانية تبي تخلق ولاء لي؟ خلق لي ولاء تبي تحسس إنها جزء من الشركة؟ خلني جزء من الشركة وانتهى الموضوع طيب حضرتك وأنا كذا كل يوم اليوم رح نمشي من الشركة بشكل أو بآخر يمكن يكون عندي أسهم؟ يمكن وخلاص طيب شل مطلوب مني؟ يعني ودير بالك من اللي يقول لك مثلا احنا أهم شي شركتنا واحنا بنروح بالدمنا في ديك هذا هذا دير بالك كلنا تمام؟ فنرجع على الموضوع المنطقي أنا الويالتي is to me and my family دامنا إثيكلي أنا أم دونك ما عندي مشكلة فبالعكس أنا أنا أحضر الناس كل ثلاثة إلى خمسة عام تنظر لك أحضر لك أحضر لك إذا لم يكن لديك تنظر في المكان وإذا لم يكن لديك تنظر إذا لم يكن لديك تنظر تنظر لك تنظر لك تنظر لك في المدينة سأعطيك هارفورد سأعطيك مجرد 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 إذا أحضر لك وأنا أريد أن تنظر لك أحضر لك مجرد مجرد هذا يقلك يقوم بإثنة أكثر من 40% أحضر لك العرب لا يحبون أن يقولون يدوسك وشغلك هو بينه بالنفس هذا ممتاز هذا يمسك أين هو سأعطيك أين هو سأعطيك أين هو سأعطيك لماذا هو سأعطيك لكي تنظر فهذه الشغلة يجب أن نكون واقعيين يكون عمليين أكثر لكي نستطيع نجح هناك أشخاص يتعلقون يقولون الراتب منيح أنا لست مبسوط بالوظيفة بس الراتب لا يريد أن يأخذ بالحياة يمكن أن يكون صاحب شركة أو ينتقل على شركة أفضل لكن موضوع الراتب هو اللي يجعله يقعد وأول عمر وبهذا الموضوع أريد أن أسألك عنه أين تل واحد يأخذ ريسك في عمره ما الفرق بين العشرين عمر العشرين سنة أو العشرينات كموظف بين الثلاثينات وبين الأربعينات تخيل أستاذ حكمة أحنا وصلنا مرحلة في بعض المؤسسات فيها ست أجهة ست أجهة ست أجهة تخيل يعني من المواليد السبعة وتسعين الآن نتخلل بيئة العمل يسمونهم جنريشن زي و جنريشن أكس و واي بومرز و شباب طيب المفروض المفروض أن الواحد طالما أحس أن هو قاعد يتطور وقاعد يتعلم وفيه تقدير يكمل في بيئة العمل يقعد سنة أو عشر سنين أو ثلاثين سنة تقدير هذا الشغلة ضرورية تقدير معناتها شنو تقدير معناتها أنا عارف أنا من رايح وحس أن فيه بروغرس من يوقف هذا على طول أن يجب أن تتحرك لأن أنا دائما أدري أن السلري مهمة وهذا الشغلة بالـ HR أشوف في الناس ولكن هي فعليا تجي أربعين بالمئة من مرة في مرة أعتقد قارتنر عمله رقم سبعة ليس واحد سبعة الاختيار أو ثمانية يتكلم على السلري واو لأن أنا أوكي شو نمبر وان؟ نمبر وان بيئة العمل أو ليدرشيب بيئة العمل أو ليدرشيب ما هو هذا يخلق هذا تمام؟ الليدرشيب يعني مو الليدر نفسه لا تروح لليدر تروح لليدرشيب يعني مثل ستيف جابز كان هو الليدر اللي يسمونه سلبرتي ليدر في عندنا أمثلة كثيرة لما نقول بيئة العمل شو مواصفات بيئة العمل المثالية اللي يخدها كنمبر ون بنسبة لأولونا المنظف؟ أول شيء كل واحد عارف اللي عليه كلير جوبسكريبشن كلير تاسكس الشغلة الثانية ترانسفيرانسي على أقص صحد أنت ما رح تاخد بروموشن ما رح تاخد بروموشن تكون واضحة الشغلة الثالثة الانتيجريشن كلها يداش على بعض أنا أشوف عندي في الـ HR بيحصل بالفايننس بيحصل وكذا نفس طريقة التعامل وطريقة مو كل واحد عنده براطورية خاصة هذا يستخدم إيميل بالتحاور أو بالإيميلات أو هذا يستخدم سيستم بدون سيستم يعني يعني كلهم سيستم واحد طريقة عملهم واحدة استرانتيجريتد فالـ good leader الـ exception leader رح يغير 10-20% والـ poor leader رح يغير يدزل شوية 20% بس ما رح يعمل drastic change نزيل لما أدخل في هذه بيئة العمل فأنا عارف أن أتطور في وظيفتي أو وظائف ثانية لأنها استرانتيجريتد بس السؤال الذهبي هل أفعل ذلك يعني أنا كتب شركات مانيفاكترينج هزاردوس وكذا وضد الإبداع ما يحبون الإبداع طبعا هذا ليس شيء أنا أحبه أحب الإبداع والـ risk taken وكل هالأمور ولكن قدر تبدع في مجالي إلى حد كبير بس ما كان انف بالنسبة لي بس في أمور ثانية كانت ممتازة أنه يفكر بالـ well being بشكل عام في الغالب المانيفاكترينج يفكروون في الأمور هذي كلها لأن they care about your health عساس ما يؤثر على بونس كل شيء فلوس ملازم أنه ناس طيبة بس ممتازة بس ممتازة عندما تدخل سوق السيارة سوف يسوق في السيارة لكي تأكد أنك تمشي ثلاثين كيلومتر في الساعة داخل المنشأة تمام؟ ليس عيوني لكي تأثير لكي تأثير لكي تأثير لكي تأثير فهذه طريقة تعمل في مكان ثاني لا أحب هذه الأمور كيف حاجة في الأمور أحب التعامل مع الأمور أحب أن تكون قريبا من الأمور فكل هذه الأمور تقلق لك بيئة تعمل عامة مناسبة وبيئة شخصية مناسبة لك هنا أين أحب أين أحب أحب أعيش أعيش حتى لما تعطيني كثير أحب بس لا تستخدم لا تستخدم كل شيء لحسبة وطبعا كل ما أحد يكبر عمره عشرين ثلاثين أربعين نفس الشيء كان جمب بس طبعا الجمب تكون ثقيلة الثلاثين أنا جداً هالعمر حساس جداً 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 لأنه يبدأ يكون عندك تاق أنت شن وظيفتك بالعشرين ما عندي مشكلة أنت آيتي مثل أنا شقال بالأشار ما عندي مشكلة أنت فاينانس شقال ماركتنج ما عندك مشكلة أنت ماركتنج بس طبعا جداً بس طبعاً الثلاثين يبدأ يبدأ التاق إذا ثلاثين منت عارف أنت أين تروح شنو الرول المالك مشكلة كبيرة بس طبعاً بالأربعين إذا لا تكون ماركتنج ماركتنج أو ماركتنج لأن الناس لا تتقبل منك أن تشتغل مع الشباب لا تتقبل يعني في المجمل وما عندك تلك الطاقة فأنت لازم تكون ذكي وتنافس قوتك إذا أدخل على مكان أدخل أنا قوتي وأيضاً صحتي حيث أنا أدخل أدخل على كل شيء الخمسين أنا عندي هذا السن الذهبي الخمسين لأن أنت مفروض أن أنت سيئو ويجب أن تفعل وأن تفكر مثل سيئو إن شاء الله أنت تكون أوفيسر تلعب هذه اللعبة الستين تفكر بالرتائر منك بالثمانين يرتائر يعني بالستين لا تتفكر بالرتائر لا تتفكر بالرتائر لماذا ترتائر ملازم هذا كثير مهم أمتع عمر المفروض أحضر أنا حط بالي من تسعيل إلى مئة وعشرين مئة وعشرين أنا تسعيل مئة وعشرين إن شاء الله يعني أنا يأذي الناس أجعلهم لغاية هذا تفكير حلو أنه لا يريد أن أجعل بس ما معنات أن أكون أشتغل وظيفة من مئة وفاق من مئة وفاق ليس شرق بس هي بس هي كنتربويتين بس هي كنتربويتين سيكون أختلفة هناك شيئا لكن أن أنا أكون فجأة عطال بطال ما لأي قيمة أضيفها هذي مصيبة يعني ممكن أنا ممكن أفتح لي نادب هذا العمر ما عندي مشكلة بس أنا منتج تب سؤال تفضل الريتايرمنت ممكن تكون العلاقة بالقاعدة بالبيت وخايف من مرته الوحيد أي خايف من أكيد خايف من مرته لازم لازم يخاف منها لأنه في هنا من نحكي عن أدوار بالرجو والمرأة بالعمل بس كمان الريتايرمنت بتعطي ليبل مش حلو يعني تيزلس إيه إكزاكتلي وخصوصا على الرجال يعني بحس حاله أنه أنه بالبيت هيز ريتايرد يعني منا كلمة هيني لا لا وأنا من الناس اللي لو أحصل لي مثلا جيد جيد أنا رتاير الآن لأن حين أريد أن أشعر الوقت مع أجائي بس أكيد سأكون أعمال فيعني نرجع مرة ثانية أنا 8 إلى 5 منسر لي لازم يكون عندي جاوب جاوب لكن الرتاير معنات أنا ما فكرت بشغل بأي شكل أي شكل من الأشكال فطالما أنا أكتب كتب كلمة لي إضافات أحضر كونفرنسز معنات أنا شقال عندي ويبسايت أعمل بودكاست أنا شغال بس مسألة وظيفة هذي أنا أحب الوظيفة تنفع لي الوظيفة ما ينفع أكون انترابينور معنات من انترابينور بس مش صاب طمعي تمام؟ أحب تحطني بقالب تقول لي هذا لك وبعدين أروح النادي أروح النادي أقعد مع أولادي الأمور هذي كلها بس والمكان اللي أنا أبدع فيه وأطلع طاقتي كلها ويشعر أكثر هو شيء يجب أن أعمله سواء كانت فول تايم جاب بار تايم جاب أو دوير عن بزنس هذي نصيحتي لك هلأ أنت قلت شغلي كثير كثير حلوة أنه فيه أشخاص بيبدعوا بالوظيفة وفيه أشخاص بيكونوا بطبعاً انترابينور وضرور واحد يعرف هو وين يعني لأنه مرات يخبص إذا إذا بيكون ممكن يكون مبدع بالوظيفة ويكون وصل لما مناصب كثير عالية بس بده يكون سيئو أو بيكون صاحب شركة وبيفشل وحواني بدي اسألك عبدالعزيز الدال فيه موضوع ستريت سمارت يعني زكاء الشارع الشخص هسلر هسلر وما تعلم أو ما صح له يعني ظروفه كانت صعبة بس لكن هو إنسان ناجح وعمل شركة وصارت شركة ضخمة كتير وشو الفرق بينه بين إنسان يعني طلع من الشارع عنده زكاء عالي لأنه تعامل مع العالم بدايركت وشخص أكاديمي بحث بلش بشركة أو وظيفة ممتاز الحلو خنقول الوط الفهلوي إنه ناجح في هذا المجال وأنا أشوف هالناس يكون عنده بزنس كذا بعدين يدخل الشركة لما يتكلم معاي مثلا عبدالعزيز عندنا بوسعود مثلا كلمة فما يقول لي بسعيد يعني بطيح المياهنا على طول ما عارفك نزيل 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 تخلصي هذا يخليك ضبطني ماذا ضبطي خلاص نزيل 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 لأنه بالنسبة لهم الموديل بسرعة يجلب الموديل ومهم الموديل بالمقابل المدرأ والشركات وهذا اللي أنا أعاني أنا أحب أكثر شيء على اللونج ترم أعمل بانس ما أحب أكثر شيء ما أحب أكثر ما أحب أكثر الانتربرون لا يستطيع أن يفكر كثيرا والشركات والشركات فالنجاح اللي عندي يبني على تستينيبليتي تمام أبني ليدرس فور درس أحطي سيستمز عشان الريليابلتي هذا السولد او مانجر في الأورجنزيش أين كانت الأورجنزيش لكن الفهلوي أو الهسلر لأ لازم الآن بريك او الرولز يعني يعني أقل شيء بالأثيكس تقدر تسوي لا 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 لكن أنا لا أنا فيها بولوتكس تدخل داخل تدخل فيها أن ممكن أي شغل أي أحد يكلمني ليش تعملت الشيء نقطة بحر إنها مؤسسة كبيرة لها و لها و لها و لها نازلة ف لازم هذا الجزء الذي يزعلني في المؤسسة إنه لو أرى طريق الصح يجب أن أذهب إلى طريق أخرى فلازم تعود نفسك أنت بالدسيبلن أن يجب أن أقوم بكل أحد ولكن يأخرني في اتخاذ القرار بس ذات 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 قريبا من العمل الحكومي قريبا من عمل الوزير و كل ما تصعد كل ما تصعد يصبح أكثر مجرد كل ما تصعد لكن بالمجرد المنزل لا كل ما يصعد كل ما يصعد الوث 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 حلو حلو لكن لا يوجد لا أحب وليس نموذج يعني هو نموذج إكسبشن أنه ينجح برأيك اللي ستريت سمارت ولا لا ممكن ستريت مارت خلق ستريت مارت فوريفر لأن عشان يرتاح أنا دائما لما أتكلم على النجاح أتكلم الفلفلمت واحد يحس بالرضي If that's what you like to do then do it لكن لا لا تخبص لا تكون التماشي به الطريق وبعدين تدخل على أورغانيزيشنز ولا تبيع عمل مؤسسي ما تضبط حسنا عمل مؤسسيك تب مواصفات القائد وفي سؤال أنت حطيت أنه ممكن يكون فورنبل معقول يكون القائد وشوينج فورنبلتي رجعنا على شغل العرب نحن سلم كل نحن بشر تمام وعندنا أمثلة كثيرة بحياتنا خاصة نحن علمونا في المدرسة على الأنبياء النبي الله اختاره بعد مو أنا ولا أنت وهو قاعد يعيش وكل مثال من الأنبياء هذه مر بظروف صعبة موسى لا ظرفة مثل اليوم قاعد أسمع قصته مثلا وناتقرنا بإنفلوانسي مثل سيدنا موسى أكثر ناسها زعجته أهله صح فمو معناتها هو شخص فاشل ونقول حياتنا بشكل عام تمر بمراحل بتخليك دائما يتخليك دائما يتخليك أوكي ف تبي قيد معناتها أن أعلم ما أريد وأعلم أن أتصل إلى هنا كل يوم يمكن أن يوم شبر يمكن أن يوم 100 متر بس أنا أتصل إلى هنا إذا كنت أفعلها بروحي ولا معي ناس ثم أنا على الطريق هذا بالنسبة لي كيف تتفينها واو هذا جميل بس موضوع أنه التعامل بين القائد والمرؤوسين أو الزملاء خليني أقول و بالضبط هذا الموضوع كيف يؤثر على الصورة تبعه هذا المثلة كلها يعني يعني تمام لأننا بالنهاية مؤلات وكونك أنت قائد ما معنات أنت رب أنت إنسان تمام ومن قال أنك الكمال سيجعلك قائد أفضل لا هو القائد معنات أن أنت خادم ما تشغل ببالك مثل أنا يعني أنت مو قائد لوحدك إذا لا تساعد الناس ثم هذا طيب أنا أستطيع أن أساعد الناس لا تمام أبس كنت قائد أتكلم مع شباب كان عندنا عضو مجلس أمه وكان دائما يعطي ودائما فالوقت اللي ما ينجح فيه بالانتخابات كان أم يتأثرون أكثر منه زي لأنه كان يدرون أنه ما قاعد يعطيناه هو وكان هو لهم ف لكن لا أستطيع أن أقول لك والله أنا جيد في كل فأنا أقول لك من أجل وأنا أفضل لا أقول لها مع المجلس لأن المجلس في نهاية هناك مجلس مجلس لأن أنا مع موظفيني لأن أريدهم فأنا أبدأ مثلا يا شباب أنا ليس جيد في نظيف أو ليس جيد في نظيف كيف كيف كان في هذا لأن من نظيف كيف 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 أحسن إذا طلع مني أي شيء يدار مني فأسامحوني مبدئياً و أحاول فعلاً أن أؤخر عن الشغلات التي يمكن أن ترفزني أي دليجيتر كذا وتمشي الدنيا أحسن أن أقض قرار وأنا معصب وأخسر الناس وأعمل لأنني سجن كوني أنا ليدر وأنا سبريم ليدر فهذا من الأمثلة المهمة جداً بس ليس تمشي كلي شوية أن يبقى هذا موضوع ثاني لأنني يقولك شوفه قوي لأنه يتأثر على سيئتهم بحالهم للموظفين يعني إذا أنت كتير عم تفرج كل شوية أنك ضعيف كمان مهني ماشيين وراك يعني بس على صيرة عم تقولك أنت تعبان سلامتك بس لما يكون واحد بيشتغل بالـ HR ومزاجه مش ريء قدي ممكن يوظف عالم وممكن ما يوظف عالم يعني قديش الموضوع الإنساني أو لما أنت عم تختار موظف بقسم الـ HR قدي الأمور الشخصية الأمور اللي ممكن تكون زعجته لها الشخص قدي الموضوع تقني فعلا أو فيه تجاوزات يعني تكون من ورا وضع معين يعني الـ HR ليش أحب الوظيفة هذي؟ هي واحدة الـ صح؟ مبارف صرعا في الغالب، لأنها ليس كذلك وهذه المشكلة البرسبشن الـ HR دائما يلعب دبل عند الليدر أو الشخص مطلوب منه مثلا تكومنيكيت أت لفل ون، هو لازم لفل 2 أو 3 لازم يكون عنده ليدر تعاطف لفل 1 أو الناس عنده لفل 1، ليدر لفل 2، لازم الـ HR لفل 2 أو 3 يعني هذه من شغلات سلبية على الـ HR لكن ما سأعطيك إليه؟ مهني الـ HR بين الـ HR البرسبشن الذي تعرفه مثل المعلم لو تشاهد فيديوهات المعلمية يكون تعبان، مهموم، يحاول يضحك ولا يدخل الصف، لأنك لديك رسالة فـ HR يجب أن يكون الـ HR لكي نسبة لي من 2019، بدأوا الـ HR أصبح الـ HR يتعرف الـ HR فهي تخبر الناس وهم بمعرفة هدفة وهم معرفة الـ HR وعندهم شخص مفرقة فالـ HR هو أنه تحرق الناس وأنه تحرق الناس وأنه تحرق الناس فغالباً الوظيفة لها بمدارة عالية لكن روحانيتها أكبر وخاصة لذكر أنه يكون الله يحاسبه على كلامه، وعلى أفكاره وعلى طريقته بده يتعامل مع مشاكل كمان ومع أمور نفسية ويدعم الموظفين كمان بأمورهم شخصية بعض الأحيان إذا عميشكوا همهم يعني شوي صغيري بتكون الملجأ الـ HR للأشخاص هو الملجأ فعلا بس إن شاء الله يكون ملجأ أمين وصادق إن شاء الله بحيث الناس لأن غلطة واحدة تهدم الـ Integrity تبع الـ HR وتدري الـ Integrity هو أهم شيء عند أي قائد فمع هذا في ناس حتى لو اشتغل في الـ HR هو ليس من أجل الـ People-Person يكون هو أفضل على الـ Procedures الـ Operations الـ Payroll أبعده والـ People-People أخلي على الـ Training بالـ Recruitment لكن أحب أخذ واحد بالنص اللي يديلز بـ Humanitarian issues employer relation issues أحب إنه واحد يكون شاطر بالتعامل مع الناس أيضا موضوعي لأنه ما يبكي معنا يعني أنت تكون compassion عندك compassion عندك empathy لكن معناه أن حضرتك لما عندك مشكلة وتبشي يتبعي أنا أحاول أحتويك فهذه الوظيفة محتاجة بالنص وفي الغالب هذا يجب أن أجل الـ HR لديه هدف HR يكون عنده بالنص موضوعي وأيضا عنده تعاطف عالي جدا ممتاز كيف يتبقى اختيار خلينا نحكي شوي هيك عن الـ gender equality بالـ work space الفرق بين الامرأة والرجل ومسلا الوظيفة بيختاروا فيها أكتر شباب ووظيفة بيختاروا فيها النساء نحكي عن هيدا الموضوع الموضوع حساس وكيف يأخذ حق الامرأة بالعمل في الغرب لم أخذ حق والدليل بالغرب أو حقها لأنه الحين لو تعمل سيلتش يعني بالشرق يأخذ حقها وزيادة وثلاثين نفس الوظيفة في اختلاف بالمعاش لأنها ميل ولا في ميل نفس الوظيفة نفس الوظيفة نحنا ما عندنا هذا الشي احنا لا تخطي الشغلة الثانية احنا تعرف إذا عندنا مثلا الأمومة عندنا كذا إذا زوجها توفى أربع شهور عشر تأيام كذا يعني على الأقل في الدول التي تطبق هذا الشي في حين إذا واحد زوجها توفت يكون عندنا سبوع إجازة حق الشباب وحق الرجال وثلاثين حقها وثلاثين زيادة بس الكلمة لا أحبها أنا أحب إيكوتي يعني خلنت تكلم عن إيكوتي ديفرسيتي إنكلوجين وبيلونجين الإيكوتي العدالة هي الصح لأننا حاشتك غير عن حاشتي حتى لحنا ثنتنا شباب نزين العمر يختلف نزين غير العمر الباكراوند يختلف نزين يمكن هذو تحتاج ترجع حق أهلك ممكن أنا ما أحتاج أرجع حقه مفرضا فأنا أعطيك البركس والروردز على حسب باحتياجاتك يمكن تحتاج تكون تمر فليكسبل تمام في طريقة عملك عني أنا يمكن أنا كيربوت ماني مور تمام فكثر ما نكون نحن عشان نخلق البلونغي نخلق الولاء هذا لأن بالأرقام كل ما تطول أنت عندي بإنتاجية أنا ربحا هذا خلصي مني فأنا بأفعل البيئة العمل وأطالح كل الاختلافات حتى بين السيدات في المزوجة لأحتياجات وين المشكلة عندنا وأنا حاسب البنات أو السيدات عنهم أحاسبهم أهم أحملهم مسؤولية طريقة بالحياة إذا عندك مشكلة أنت يجب أنت لا توقع أنها تأطف معك تمام فبث إحنا HR يجب أن أصلاح هذه الفكرة المشكلة المشكلة أن البنات يضعون نفسهم في هذا القالب أن نحن 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 لكن لا تنسر نحن 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 لكن المشكلة هو أن هو يجب أن يجب نحن لا تنسر من نحن من نحن نحن أن نحن 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 هل شركة هذي نفس الشركة هذي؟ الآن قطاع الحكومي غالبية بنات تشتغلون فيه هنا غالبية بنات، ليش؟ اسألهم ليش؟ لأنها يعمل لهم موركلايف بلنس، لنسوهم أكثر شغلة ثانية دائماً أقولها أنا، نحن بالفطرة لو تشوفت تكرم بين الحيوانات، دائماً الريال هو المرأة، ليس العكس، في الأساس هي التي تنخطب في أي مكان في الدنيا فما يجب أن تنخطب، أو تعطيها لهذا، ومنذلك ونفس الوقت تصبح هنا نفس الشيء لأننا نتعب بذلك، نحتاج لكي يجب أن نتعب بكل كل شيء أو نتعب بذلك، صح؟ يجب أن نختار، مثلاً أنا، أجل العائلة، أجعل هذا، و أجعل هذا أجعل الأعمال، وأرجع إلى المنزل لكي نرتاح لكن أنت تتعبين، وأنا أتعب وتأخذ من حقوق الريال والمرأة، في نفس الوقت وتأبين الناس تكون متعاطفة معك لا، سيكون مهمة بالعالم كله بس بالدوائر الحكومية، وخصوصاً بالخليج المرأة أخذ حقها، بس كمان ممكن يكون دعم من الدولة نفسها هلأ بالقطاع الخاص، بتلاقي أن المرأة عم تاخد حقها، إذا صاحب عمل بده يختار بين إمرأة ورجل، بلاقي أنه في فرق بإنتاجية بناءًا يمكن أنه بدأت تتجوز بعمر معين، هل بياخد بهذا الاعتبار؟ بالأسف، 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 ومشكلة أننا كـ HR سننذنبون، لأنني دوري لازم أوضحها يعني أنا في شكل عام أخوف الشباب عندي، إذا أمور ما نضططت، سأوضف لكم بنت لأنهم قدراتهم أكبر، في المجمل، هم ملتي تاسكينغ، أورقنايزد، تكون مكان فيه ورد، فيه أكل، لكن مكان فيه شباب بس يعني رح يكون شكل عرفت شون، إحنا فيزيكا الأكثر منهم، ففي العمل المكتبي والمؤسسي أكيد هي رح تبرع أكثر هم لديهم موشن التاليجنس عالي، عندهم انتووشن عالي، الانتووشن درس في هارفورد، كيف يكون عندك انتووشن؟ طيب، هم لا يدرسون، مستعدين، فهم جدًا أكثر، والدليل أنهم ينجبون أولاد أعرف شون، هم يعني، هم يعني، الكون مبني عليهم أصلاً، فهم خطيرين جداً يدخلون بيئة العمل أو ذايدوا بيزنس، وكانت تقوم بيئة، من الان بس، بس، نحن نقول، وأنا رسالتي بالحياة انه، اللي هم انه، نتوو بروف يعني أنا ضد، إنه مرأة بروف أي شيء، خلص، يعني، نتوو بروف، انتو عردي، ليش مكان خاص؟ الريال اللي هنجتو بروف، وإحنا وظيفتنا تبروفين وبروتكت في كل مكان في الدنيا، فأيني توفايت، أنا لازم أكون زعلان، فأي دون قد تدريد، بس انت لأ، فلا تدخل نفسه في هذا المكان الشغلة الثانية عندنا مثل ما تفضلت، صح، يعني قلنا لدينا، كلمة اللحي لم تنساها، واحد من السيأوز، قال لي تنسع من that if you want to hire married men single women حلوة، منطقية، بس ظالمة، جاحدة، إذا حين ابنتك لما تزوجتها منتفنشها؟ هل معناتها أنه ما عندهم commitment؟ هل ما عندهم ما عنده هولويات حرام، إذن سوري عشرين سنة كانت هي سنجل حين تزوجت خلاص أنسى العشرين سنة فإحنا وظيفتنا كأتشار والديتا ونوجههم أن نحن نتحدث مع الناس مع الناس في الويلة حتى لو كانت هي شقالة معنا فلي بس لها الويلة وإنها أعطي أشخاص هي الويلة لنا مفروض نتطلع على الويلة التي تعطي الأمرأة بالمجتمع ليس بعدد الساعات بالمقارنة بين الرجل والمرأة المختلفة ومميزة وننظرها نظرة شمولية أكتر للموضوع مثل ما أنت قلت الأمرأة بالمجتمع وبمجال العمل عم بتقدم شي مختلف إذا بنقارن بالأرقام ممكن يكون نلاقي اختلاف بس بالنتيجة يمكن الأمور لصالح المرأة أكتر 40% وأنا ما عندي مشكلة مثلا يكون توب المانجمنت كلها مثلا سيدات أول عكس طالما أن الفلتريشن صح إذا الفلتريشن صح والاختيار صح ما يكون مشكلة الآن عادي مثلا في بعض الأحوال يدخل فيها بولوتيكس شوية ندخل واحدة ثنتين بس عشان شكل صورة يكون في عندنا كم سيدة كم سيدة لا يوجد مشكلة معيدة في الجامعة باث وفاينانس وكذا خلاتي كلهم شقالين في بنوك وكذا بس هم سيدة وكل فلس كل دينار درهم يدخل في جيبها أي شيء ما هي ملزومة تكون تربيوت أصلا في حالات ثانية فالوظيفة لا تكون حساب بالبيت أو حساب بشيء ثاني في أماكن ثانية لا لأن العائلة محتاجة فلوس فأي أحد مستعد يشتغل فإحنا هذا من هاي مجتمعنا صح والقائد الناجح الأمين الصادق لازم يقدر هذا الشيء ويفكر بالعباء ما يفكر بس الحين على كيفية مجتمعنا أنا عندي قصة واحد والعمي عنده شركة أسهم فالشغلهم مهم بس يعني من تسعى الوحدة أول ما توظفت وحدة بس قالت لهم ترى I need the job so bad بس ترى أنا خلال شهر يعني راح أولد تقريبا واحتاج ثلاثة شهور اللي هي أخذ الأموما فالواحد الطبيعي شين يقول لا ما أوظف لأن أول لنزهر ثلاثة شهر يعني يعني يجب أن تتعلم كذا صاحبي والعمي قال لا أنا شوف أن كانت كفاءة وكانت صادقة I need this in our business لأن أسهم وفلوس وفعلا صارت الحين أربع سنوات يقول الإجازة إحنا من دزها دز تأخذ إجازة ما بدت تتطلع لأن عندها لويالتي هي طبيعية ولزاءتي هي الأكفاء شون ذكي كسبها لو أحد يعطيها لحين تربل دوفر كلها فكر بإنسانيته واللي ممكن نسر معانا كلنا فإحنا نحن 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 من هذه الأشياء يجب أن نحن نحن أو نحن يجب أن نحن أفضل 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 يعني أنت برأيك أنه الجندر إيكواليتي هو ترند طالع بالغرب نحن 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 وما لدينا مشكلة بالشارع فيه لا لدينا مشكلة إلا إن كان فعلاً هناك مشكلة يعني نحن دائماً أحب أفضل أفضل الناس لا يوجد أحد يملي على ما أفضل لازم لما تكلمنا أن العرب لدينا لا تستراتيجية لا توجد ما ليس لدينا وليها فقط تريند أنا عندي مثلا وزير السعادة أنا عندي مثلا وزير السعادة أنا عندي مثلا ممتاز فإن الناس يريد أن نرى هذا الناس لأنهم يؤمنون الناس لدينا مثلا نقول هذا الناس ونشتغل على هذا الأساس ونحل مشاكلنا قبل لا لا تتفاقم المشاكل على أساس أن نبدأ نفكر لها بحلول لأن هذا مجتمعنا في النهاية يعني أنا تعرف المرة في أي مكان في العالم الناس تعاطف معها لأنها شيء قيم وشيء وشيء حساس فأنت تستعد أن أختك أو بنتك أو زوجتك تمر بظروف صعبة لا سمح الله تحرش أو أي مشكلة علشان نحل مشكلة لا طبعا إذا أختي ممكن تشتغل ممكن تشتغل فنشارك مع بعض نقلق البيئة لتسهل هذه المخلوقة تمام علشان الحياة تمشي يمكن الله يعطيك بسبنات ما يعطيك أولاد وكلهم يحتاجون يشتغلون طيب شلون؟ لأنه بنهاية المجتمع هو كلها عائد على المجتمع يعني ما يسر أن نحنا نخبص المكان اللي عايشين فيه انت برأيك الشركات لازم تتغير لتأمن بيئة أفضل على كل مستويات سيدات وغير السيدات والحفاظة على البيئة التي تحتاجها سيدة طبعا وساعدها تكون أم نفس الشيء نفس الشيء فرضا نقول كنت عندك أولاد فتعاني ضغوطات في البيت متعرف اتنام متعرف كذا أنا سنجل مثلا طيب 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 جدا together طيب من كل حقوق المرأة بمجال العمل دعونا نحكي قليلا عن دايفرسيتي لانه كمان هيدا بدك تقول ترند بس ولكن شي حقيقي يعني يمكن الشركات استعملتها كترند انه نحن عنا دايفرست منوظف عالم من جنسيات مختلفة او من اعمار فقدي هيدا الشي حقيقي وكهر قدي عم بيكون منصف بموضوع يمكن مرات نحن نكون جوجمنتل هيك انه هيدا الشخص من جنسية معينة معناتها دغري بنحكم عليه انه من البرودكتيفتي تبعه بهالشكل راح تكون شخصيته بهالشكل راح تكون يعني بالعمل منشوف هيدا هاي الأمور صح الحين الجندر شي يعني عفوا الجندر والناشناليتي والدايفرستي هذا جدا جدا شي جميل واقعي تمام في كل مكان نشتغل فيه في الغالب تلاقي مثلا المحاسب مثلا في الغالب مثلا مصري او من الهند في الغالب تمام لان وظيفة محتاجة جلد محتاجة صبر وهذا شي ممتاز عندك التكنولوجي فيه هم مثلا جناسي معينة ممكن تكون الاردن ممكن شرق اوروبا كده ديرو سمارت حتى الهنود يعني كبير الهنود ايضا زين ففي الغالب هذا في الغالب لكن انت بالنهاية تبحث عن الهند صح انت تبين الموهبة انت ما تبين الجنسية فلازم انت تحتوي الكل وكون مكانك مهيئ للكل وبالتالي تحافظ على الكلام اللي دار على الستيريو تايبينج اللي يكون ما يكون عندك هيلو افكت شغلة وعلى المقابلة اه لبناني هذا حبيبي خلاص ما يجد الرومي خلاص مش الحال فلا نكون اوبجيكتف في كل عملنا اوبجيكتف حتى لما اعطيك فيدباك اوبجيكتف حتى لما اعمل شغلي كله يكون اوبجيكتف لما اعطي البركس اوبجيكتف ان انت انت يدمنسترات جيدة مثلا في كلمات هذي انا شلتها كل مكان اروح فيه لما يقولك والله انت انت تلميزت القناة وتأ Produktions ولا اطيك próxima كل اشع Сер BLUE لانت تلميزت لا تلميزت الواقع كالة وإن ذلك هل تظيف اربجيك فبركت نِطلبي فأنا حاسب على ما أطلب شيء أبو و أبو أنا لازم أحكم أن البلايس في فيرنس وفي أكاونتابلتي وفي دايورسيتي وفي هالأمور الآن الذكي أن يكون مكان أكثر مكان في دايورسيتي ليش؟ لأن تنوئ معنات في استمرارية أكثر مسألة اللوبيينج والبوليتيك ستقل بشكل كبير مسألة الثالثة لكرييتيفيتي ستكون شيء مطبيعي بعدين لما تكون أحد من جلسية معينة أو من فئة معينة أو من عمر معين سوف يفكر مثلاً كوست كاتينغ من واحد لكن عندما تنوئ عندك مختلفة و مختلفة اضربها بعشرة و تصار عندك ثلاثين طريقة فبالعكس الإنسان الذكي ينوئ كثير ما يقدر و دائماً الشركات اللي أنا شوفها ناجحة في شركة من الشركات كنت فيها فيها ستأش جنسية ستأش و كنا نحتفل في عيادهم الخاصة لو كان واحد بالمئة أو عشرين بالمئة أنت موجود، أنت الكيانك كلنا نحتفل فيك أعلنك أنت شخص واحد اللوبيينج شغلة كثير مهمة أنه بتشوفها مرات كمان بتشوفها بالتعامل مع الأشخاص أنه ضغري بيقلك هيدا من بلدنا هيدا من جماعتنا صح خطيرة خطيرة مدمرة ايه، وهيدي بتشوفها يعني toxic environment هيدا الشي بلاقيه بالشركات صح كيف بتقدروا أو أنت يعني أنت حاس عم تعطي النصايح للموظف وبنفس الوقت للليدر يعني أنت بتدرب leaders على هيدا الأمور و كيف يتعاملوا فيها كيف نحارب toxic environment أو يعني الجو السام الموجود بالشركات يمكن الابيوز يمكن عدد أو ساعات العمل الـ 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 هالأمور هيدا يعني السيستم هو الشي المطلوب أو الـ خبرته يسبع للعالم لما شاكلهم يحفزهم كيف تتعاملوا مع هالأمور؟ ممتاز الـ واحدة من الشركات اللي كنت تعاني كثير معاها مع الـ الـ هم عندهم مشاكل جانيوين بروبلم والله مثلا problem solving واحد عنده مشكلة واحد فيهم عنده مشكلة بالستراتيجي لما عملتها روت كوز تفتنى مشكلتها واحدة رسا family owned business and it's a super toxic environment فيها مثل ما قلنا مسألة الجواسيس هذا واحد الشي الثاني ساعات العمل معنا من الثمانة إلى الخمسة ليس محترمة لازم تكون موجود من الساعة سبعة إلى الساعة سبعة من قال واجهتنا مشكلة أيضا تعمل معاهم أيام كورونا متوقعين أن الناس كلها داوم في أزمة كورونا خاصة في أولا أيام طيب في ناس عندهم أمهم عندهم مثلا فيهم كاسر فهم خايف يداوم في هذه الفترة ناس حوامل سيدات حوامل مطلوب أن يداومون في هذا المكان طيب أنت شن قاعد تعمل؟ شل جبروت اللي انت تمر فيه فمهما نحل المشاكل الصغيرة هذه المشكلة الرئيسية كانت في طريقة أنهم يتحدث مع الناس هذه المشكلة أبي أمص الناس مص كلكم عبيد عندي فالطريقة اللي أنا يعني واجهت فيها الليدرز وصدف أن يكون من هالمكان قلت لهم معتاجين أن تستاند جميعا لأن هذا كورونا الآن مو كلام فاضي لو البيئة ما كانت كانت تحاول تحارب بعدين تروح مكان ثاني أنت ما تريد لكن تحارب أن تبضح لأن هذا سيؤثر على الناس الآن للأسف غالبية هذه الناس التوكسيك أو البوس وكذا دائما يطلع فلوس فشويت الناس أي طريقة كانت ولهذا السبب يحطون للفايننس كثير لأن الفايننس سلاش البوجت ويمشي الناس وما عنده مشكلة واللي تبيع أنا مسعد عملكية لكن دورك أنت دور الأخلاقي كليدر أو كهر أن يتظروا أن ما أحدث أن هل حضر ما تشفروا في هذا الموضوع وهذا كان واحدة من التحديات الكبيرة الغالبية الشباب لم تكملوا في هذه الناس لكن قلوا حتى لو خلصت أنا 46% من الراتب بس أحس أني بني آدم رجعتني بني آدم يعني في أصحاب عمل ممكن كمان بدخلوا بالبرايفسي تبع الشخص أو ممكن يتصل فيك أنت بويك أند أنه بيعتبر أنه ليه ما بترد يعني خلص أنه ما عندك وقت لأي لك ما عندك وحتى ممكن يكون الموظف يعني ضحية أنه خايف أنه ما يرد أو ما يخبر مديره أنه أنا عندي وقتي أنا عندي فاميلي أنا عندي يعني هذا الوقت لأي لي صح صح بخاف عوظيفته طبعا وصعب أن يشتغل لوحده لا يسمى الأشعار يعمل هذا الدور واحد جبهة يعمل أنه يا جماعة إذا أنت ويقول سأفعل ذلك لا تفعل ذلك مع الآخرين يعني أضعف شيء ممكن نسويه على الأقل أنا أخلق البيئة السليمة إلى حدك بي أنا ما أعمل هذه المكالمات أنت ليدر صح يجب أن تكون ليدر بيئة ليدر هي مو بس تنفيذ الأوامر صح أنت لازم يريد بها إكزامبل دائما أقول للناس يعني ونقول يعني شنو الناس تبيت تذكرك أنا دائما هذي كلمتي وهذا يخترت اسم شركة legacy وتزيور legacy هاو يون تبي رممبرت بعدين في شغلة ثانية أن البيب رممبر هاو يو فيل هاو دي ميك ذن فيل أزاليدر أنا اليوم أنت مديري أنا خلاص رحت مكان ثاني لما أشوفك شنو بالذكر يقول الله يذكره بالخير كان طيب كان كده حتى لو كنت عنيف معي بس أتوجهني صح غير لما تكون أنت طيب وحبيب ألبي وهالكلام لكن ما تقول لي أخطائي بسامحنا عندنا وبدأت كده أدري أنك كنت مجامل أو منافق أو كده ما رح أحترم هذا الشيء الناس تحب الواحد يكون حازم بس لما يكون هو فعلا صادق فنحن نشعر كثير لكن وظيفتنا تطلب مننا أن نتصنع كما نصيحتك للجنزيز للأشخاص من العمر العشرين لا أعرف إذا كانت جنزيز أخر جيل ما يدوروا على أي مجال بمعنى هل هو الراتب أهم هل هو الخبرة أهم الأجواء التي تعطيهم فكرة أنه هذا الشيء ليس مناسب لكم هذا الجو هو تكسي إذا رأيته هرب منه هذا الموضوع ما هو نصيحتك للشباب صراحة جنزي جيل مبهر يمكنهم يعطوني نصيحهم يعني ما شاء الله متميزين أنه يعملون الشغلات اللي يحبونها يجعلون الموضوع جدًا من الموضوع بالمقابل دعنا نتكلم على الشركات المشكلة نواجهها مع جنريشن زي أنه يتوقعون يتوقعون كثير أن نعطيهم أكثر من أي جنريشن ثاني بزيادة مدلعين مدلعين نفسهم هذا الأسف من الواقع لأنهم طلعوا مع البوم ونكلوجين وهذه غير حقيقية يعني إذا ما عندي مشكلة لماذا أذهب أعمل مشكلة؟ تمام؟ اللي يتأثر معانا أنه ما يقدر يكفي على الوظيفة ما عنده جلد ما عنده صبر على الوظيفة لازم طبعا هذه الرسالة لهم أولي أحد ثاني وصال لي خمسة سنة يقولها الرسالة إذا بروح وظيفة معينة روح بيئة العمل قبل لا تختار التخصص شوف طريقة العمل ماذا يحدث؟ أنا اذهب إلى متزدرا انتصار التخصص العمل hall كيف يعمل؟ طيب أين هم يمكن؟ أذهب إلى الوظيفة neuron 听تepend Państwo restoration أذهب إلى أنتصار ليسには مؤسسة ولكني فدرة النظام هم أبحث في الخارج لكن لماذا بما Lust إذا كانت لت lemar هذه والمدول من 8 إلى 4 فهذه شغلة أساسية الشغلة الثانية شونه أنا أحب وليش لا يقول لي فلوس الفلوس هذا ليس ليدين يعني أنا شخصيا أنا كميتر ساينسي انجينير قطع علشان الفلوس لأنني كنت انجينير وقلت أوكي يعني علمي I want to be my own boss and make a lot of money لا زال make a lot of money فأنا اخترت التخصص الصح في الوقت الصح في المكان الصح بس ديسايدد أن أنا كانت ودس بس مجرد الميجر بس مجرد الميجر أن أنا بعمل كل هذا دام الشاشة ما فيه تعامل مع البشر عرفت أنه أول فلوس وهديت كل هذا ورحت وظيفة إدارية هي من رسورس يعني أقل وظيفة get paid مو حتى accounting مو كذا بس أنا شفت light at the end of the tunnel لأن كنت أشتغل مثلا بالجامعة وأشتغل كذا مع الناس كنت this is my job I want to do this full time لكن لو أنا رحت يوم واحد أو ساعة واحدة بيئة عمل الناس يعملوا بالآيتي كانوا من الثنوي أنا مغير التخصص ممكن رحت أدبي أصلا يعني يلحقوا شو بيحبوا هادي أهم نصيحة شو اللي بحسوا حالو نبليقوا حالو كأدرين يستمروا أو يبدعوا بالمكان وبيئة المكان صح اللي حبه وفيه شغلة جديدة طلعت الحين اسمها إيكي قاي هي طاعت فلسفة يابانية قديمة اللي هو في أربع شو الشيء اللي أنا أحبه مثلا أنا أحب كرة القدم بس أنا لست فوتوال بلاي أحبه شي الناس تحتاجه ويدخل الفلوس تمام والعالم يحتاجه إذا طلعت جمعنا هالأربعة غالبا يعني رح يساعدنا لأن واحد أو دو سيكون مجموعة أو مجموعة التي يجب أن أحبه طيب طالما حكينا على الجنزيز بتشوف أنه مثل ما قلت أنه هني مدللين هيدا وشوية عنده الرأي أكتر ويليس ممتاز يعني يريد كلنا عنا نفس رأينا ومستعدين أنه يترك الوظيفة ويغيروا كارير لأنه شايفوا ناجحة بحياتهم من ورا الانترنت والسوشيال ميديا ما بعرف قده هي كلها صحيحة يعني أنه شخص صار انتربنر عمره عشرين سنة ومعه ملايين وسوق سيارات وبوغاتي وعمل وكريبتو كارنسي كل هيد الأجواء أو مشاهير صاروا من السوشيال ميديا يوتيوبرز وإنفلونسرز عم بتأثر على الجنزي أنه بيقول لك أنا عندي طريق أسرع وصل لأ وانا ما بدي السيستام الوظيفة اللي هي تقليدية ولي بده هارد وورك هارد وورك ماكو شي يسميه سمارت وورك يورك سمارت بسيار هارد أمرك شفت واحد يعني يروح الجم ويلعب بسيار سمارت يجب أن تعمل صح وعمرك شفت واحد يورك هارد ويكون نتسادسفا والدليل يلجم صح اليوم اللي تتعف فيه I feel صح ما فيه بتسامة تتعبان عرقان هلكان بس فيه الكريت فدايمن هارد وورك بيزوف تمام الهارد وورك مع الأولاد بيزوف بالعمل بيزوف انفستنج تايم بيزوف فهذه خالصين بالنعم اللي أنصحهم فيه أن السعادة مو بالفلوس أصلا من الأكس الفلوس بايزة تشيب بوغاتي كيف قيمتها مليون ثلاثة مليون دولار ممكن تغريبا هذا ليس مليون صح لأن أحب لا يمكن احب صح الأولاد قل ممكن أن تتبنى بس غير لم يكون نعم من رب العالمين الصحة كل هذا ما يشرب الفلوس فهذه فعلا فعلا للي ناس تجمع كل الفلوس عشان تعيشها ها المشكلة يعني الناس تجمع فلوس طيب ويكونوا صغير ما عنده فلوس لما يصرف على الصحة بعد ما يخلص يمع الفلوس هذا يشوف إنه لا صحة ولا حتى نوال يكتشف أن ما صار عندي صحاب لأن أكتشف على كارير أكتشف على مليون ما عنده علاقات مع ناس ناس بدأت تموت ناس أهلي يعني واحد وراء الثاني قاعد خلاص أكبر ستي وراء الثالث لسأنا ويني من هذا الموضوع منه الأهم من الأولى فأنا الحين لو عنده القرار كل يوم ما أخلي أولادي لحظة وحدة وخلي الدنيا كلها تولي لأن راح يكبرون أولادي من 9 سنين عمانهم من الأربع سنوات لم يسل عمر 14 سنة ما بدي أعد معك يبقى مع صحابه ممكن أنا بعدين أرجع الوظيفة أشتغل حاليا 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 يريد هذا وهذا الوقت الأجمل يعني شنو أحلى من تعيش مع طفل أبرأ شيء بالدنيا صح شنو أحلى من تعيش مع زوجتك وأهلك من دمك ولحمك إن لو تعطيهم بدال دينار ألف أو مليون علشان بزنس ممكن ممكن ما يصير مو معناة أننا غلط بس رتب أولوياتنا خلك معبي عب صحتك عب نفسك عب روحانيتك فلك تمام ودوة بدك تشرب زقارة مرة ماكو مشكلة شيشة مثلا بس أنت صحتك تمام مو صحتك خربانه ورايحة وبالنهاية تحاول يعني يدو دايت وردو ذوس لا الصحة الأهم علاقات أهم وليهذا السبب دائما أقول للناس إذا أنت ما عندك تقدير لمدة طويلة في بيئة العمل وفي ناس مشت كان تعرفهم شخصيا يقول لي أنا قريت هذا بكتاب وكان عددت قلت الحمدل أنا فقور فقور أكثر من إنجازك أو خد درجة في العمل خبرني عن كتابك أدي أخذ معك وقت وشو هدفك من الكتاب حلو الكتاب خدم معي شهرين مثل كتاب الحالي الآن خدم معي أربعة شهور بس المراجعة يتقل لها سنتين الفارت اللي أنا أكرهه ويحني مزعج طيب ليش كتر الكتاب الكتاب يعطي لقاسي أنا مهووس في قضية لقاسي أبي بعد خمسمائة سنة ستين سنة ألف سنة الناس تعرف عبد العزيز الرومي أضاف لإضافة ما توقع لك الناس تعرفني بس الناس المهتمة تعرفني لما يكون كتاب black and white الناس سهل تنتقدك أنا بيناس تنتقدني على الكلام اللي أنا قلته عشان أكنتني ونبغ في الفلنق لايف ما بيأسر هبكرة لأن مصير منافق بلان أنا مراح أجل سعيدة واحتمال يصير معي هالشي اليوم مشهور ممكن بكرا الشهر اليوم أنا ما عندي فلوس بوكرة هسر عندي فلوس ما بيأسر الأسنس الكتاب عملته الأمانة بعد شغلة ثانية يعطيك شوية أثورتي لما تدخل على فندر تدخل شركة عندك كتاب فكنت فري كريتكل وعملت مع أن أنا ترقيت أوديونس في الغالب عرب في الغالب لكن قلت أمون رأيت الإنجليش لأن المنترز اللي أنا عرفهم كلهم أمريكان أصلا حتى مو بريطانيين فأكتب عشان أهم ينتقدوني عشان ما أعطي كلام غلط حق الناس وجمعت أفكاري وخبراتي عندي في هذا المجال في مجال القيادة وأساس القيادة والحمد الله طلعت بفكرة الفلفيلمنت من أول الناس اللي تكلمت فيها الفلفيلمنت الفلفيلمنت هل أنا عندي قيم عارف القيم وعايش عليها والقيمة لا يمكن تكون شيء سلبي ما يسر يكون عندي قيمة الخيانة أو الكذب لا القيمة دائما شيء يضيف للناس ويضيف للمجتمع ويضيف لأنا شخصيا يختلف فيها شنو يمكن القيمة عند حضرتك الفاميلي هي نمبر 1 2 fairness 3 creativity أنا بالنصفة كريتيفتي نمبر 1 competence 2 الفاميلي حتى مموجودة هالمعنات أنا ما بالفامي لا بس أنا هذا المحرك اللي عندي ستيف جابز كريتيفتي نمبر 1 Elon Musk ما نعرف شنو بس إن أكيد لا شيء لأنترپنورشيب أو شخص شخص he wants to be the first he wants to do this فأنت لما تعرف القيم اللي عندك تعرف أنا شون نتعمل معاك وعلا أساسة تقرر قرارات كلها شوان أتزوج من أختار وين أعيش شنو على الوظيفة كل هذا ينبني لأن كل يوم أنا أحس أنني توقف وكل أقول للناس سأكون أكثر 1 اتزوج سأكون هنا انتهت لأن أنا مسخر 120% لماذا 120% لأن حتى الإكو سيستم عندي قاعد يعزز هالموضوع صح وكل كل شيء أتزوج 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 لا أدخل في الشغلات التي أنا مش أتزوج لكن أتزوج لأن أتزوج ماذا أنا جيد أتزوج ماذا في الوطن العربي يذهب 60% يدخل الانتخابات يدخل هناك يشتت نفسه لا أتزوج كلها ماذا سأكون جيدا أتزوج 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 يختاروا المجال اللي بدون المشكلة إنه مرات نحنا منكون دافع تبعنا يمكن تعويض عن ضعف معين أو نقص معين بحياتنا بيدفعنا إنه نكون يعني ما نوصل للنجاح بس بالعرض مش بالطول يعني إنه بطريقة إنه ما نعمل 100 شغل بنفس الوقت ومش عم نتخصص بس هي مجرد شباع رغبات أو تعويض عن نقص 100% أو إيقو أو إيقو هذا الإيقو يعني كثير ما نقدر نحاول طبعا إيقو عندنا في مجتمعاتنا كبير كبير والأسف يعني كلها فلس يعني دائما أقول للشباب أقولهم يعني خاصة موقت الزواج هذا من بيت بيمين كذا كذا يعني في منها فالد انتي في منها لا أو إحنا مثلا دولة فلانة دولة فلانة تقولكم عرب يعني ما كلام فاضي يعني أوكي والأمور متدخلة بشكل كبير تمام فأنت فأنت تعتقد أن الناس مهمة وأنا أقول لهم يعني فعلا يعني أنت عائلتك لا سنين بالفلانة أو عائلة لا سنين بالفلانة يعني ما هو براك أوباما حاكم العالم ما نعارفين حتى لا سنين مالا شنو براك حسين أوباما يلعب فينا كلنا فهذا ريالتي لا تعطي نفسك أكبر من حقها ما هو حياتك ماشي الدنيا ركز على ما هو أكبر خليك تكون صادق خليك أمين لأننا كل يوم صادق وأمين وكذا كل يوم وفي كلمة قلتها في بودكاست قلت أنا لما تخل الحمام تكرم لازم أن أضفها وراي حتى لو كان هو وصخ لأن عبد العزيز تدخل الحمام عبد العزيز ترى عبد العزيز مرة هنا لازم أنا أشوف نفسي شخص ضو قيمة ما يسر أن أنا أتكلم ونظر وأسوي كذا ومكان بعدي وصخ صح أنت كنت أتكلم عن شنو أن نرتقي بالناس صح أن كتاب أو صح يمكن أن يكون مهندس أو مبرمج لكن نحن بأن نرتقي في المجتمع فما عندي مشكلة أكثر أنا مثلا أصب لقهوة أو أنظف الأرض لأن تدخل أنت المكان اللي أنا فيه هذا واجهتي لازم أكون نظيف أنا أكون منظف بكرة أشيل زبال ليس الوظيفة نفسها لكن القيمة اليوم مطلوب أن أكون فأشعر هد أوكي أول بي بكرة مطلوب أن أصبح صباب قهوة أصبح صباب قهوة لأن أنا أتكلم عن شخص وأسويها ترى حتى في الشغل عندما يدخل ضعيف أنا يبلى القهوة أنا يبلى كذا أصبح صباب قهوة أصبح صباب قهوة أصبح صباب قهوة فهذا كيف نفعله عبد العزيز الرومي شو بتقربك ماجد الرومي كم مرة بحدا بيسألك الصحة يعني كلها أعتقد أننا في بنا شبه كبير لا والله ما تقرب للأسف نتشرف نتشرف فيها والله إن شاء الله إن شاء الله أنا صوتي مو حلو يعني لا بالطبيعي ولا بالحمام وكتشفت بعد في أخ ثاني اسمه حليم الرومي ما اكتشف الأستاذة فيروز في لبنان فيعني إن شاء الله إننا يكون عائلة مبدعة لا إن شاء الله إن شاء الله شرحتني عبد العزيز شكرا لك يعطيك الصحة والآفية